حالة فريدة واستثنائية شكلتها الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن في وجدان الشعوب العربية وحتى في العالم الغربي فملكة الأردن واحدة من أكتر ملكات العالم شعبية وجماهيرية طلتها بتاخد العقل لأنقتها ما يختلفش عليها تنين توضعها يدرس في علوم التعامل الإنساني كملت عامها لـ 53 ولأن السنة دي كانت استثنائية من عمرها على كافة الأسعيدة فكان الاحتفال بيها مبهج ومختلف أول احتفال كان عفوي وتلقائي في مطعم الشيف علي الغزاوي وحرصت الملكة رانيا على مشاركة محبيها بأجواء الحفلة بصور ظهرت فيها بجانب زوجها الملك عبدالله الثاني بن الحسين وابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة وكتبت عليها الحمد لله على نعمة وجودكم بحياتي أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما فيه مثلهم بالعالم الأمير الحسين نشر صورة مميزة من نفس الحفلة بتجمعه بولدته وزوجته وهنئ الملكة بعيد ميلادها وكتب يارب حفظ أمي وقدم عليها الصحة والعافية كل سنة وانت سعيدة وبألف خير واللافت كانت تعليقات فانز الملكة اللي تغزلوا في أناقتها وجمال طلتها فالملكة اختارت لحفلتها النهارية العفوية لوك كاجول ببنطلون جينزو بلو زبيضة ظهرت فيها وكأنها بنت عشرين سنة أما الحفلة التانية فكانت مفاجأة من فريق عمل مكتبها الخاص فزينوا باب الدخول بلافتة مكتوب عليها جملة من أغنية الفنان المصري أحمد سعد الشهيرة إيه اليوم الحلو ده سنة حلوة يا جميل وبدورها نشرت الملكة رانيا صورة بتجمعها بفريق عملها وشكرتهم على مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادها بجملة من نفس الأغنية وكتبت وإيه الناس الحلوة دي شكرا لأحلى فريق على هالمفاجأة وفي إطار تشجعها ودعمها للأفكار والمشروعات اللي تسعى لتمكين المرأة اقتصاديا وتحسيد حياة نساء الكرة ظهرت الملكة رانيا مشروع المطبخ الانتاجي لسيدة قروية اسمها فريان الكوفحي في بيتها في قرية حور وكان استقبالها بالزغريد والأحضان من كل السيدات العاملات في المشروع وظهرت الملكة رانيا في زيارتها بطلة مستوحاة من التراس الأردني المفاجأة كان احتفال سيدات المشروع بعيد ميلاد الملكة بأكلات ريفية شهية ووجبات أردنية تراثية ونشرت الملكة رانيا صور ومقطع فيديو من أجواء الزيارة والحفل المفاجئ معربة عن سعادتها في تعليق كتبت فيه ما في أحلى من إني أكون بينكم شكرا لأم محمد والسيدات اللي التقتهم اليوم في مطبخ فريال الانتاجي في قرية حور أحلى استقبال ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم كتير انبسطت بشوفتكم اليوم السنة دي كانت استثنائية من عمر الملكة رانيا على كافة المستويات الشخصية والرسمية فاحتفلت بزفاف بنتها الأميرة إيمان في مارس 2023 على جميل أليكساندر تريميوتس فحفلة حضروا عدد من ملوك ورؤساء العالم وفي 1 يونيو احتفلت بزفاف ولي العهد الحسين على الأميرة رجوة بنت خالد آل سيف في أجواء ملكية أسطورية تبعها الملايين على الهوى وسبق كل حفل زفاف فيهم حفل حنة للعرستين أشرفت فيهم الملكة بنفسها على كل التفاصيل في مايو 2023 احتفلت الملكة رانيا كمان بتخرج بنتها الأميرة سلمة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية وكمان احتفلت بتخرج ابنها الأمير هاشم من المدرسة الثانوية وعلى المستوى الرسمي كان للملكة رانيا ظهور لافت ومميز في كتير من المحافل المحلية والدولية أبرزها انضمامها لفوج أردني يضم 500 سيدة أردنية لأداء العمر في رمضان وعالميا حضرت الملكة رانيا فعالية رسمية أقامتها الملكة كاميلا في قصر باكينجهام لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة ده غير حضور جنازة الملكة إليزابيس الثانية برفقة الملك عبدالله وحضرهم حفل تتويج الملكة شارلز الثالث ملكا لبريطانيا وغيرها من المشاركات الرسمية الملكة رانيا تولدت في الكويت في 31 أغسطس 1970 خدت الإعدادية والسانوية في الكويت وسنة 1991 خدت باكولوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة احتفلت بزفافها على الأمير عبدالله في يونيو 1993 وبعد تتويج ملك سنة 1999 خدت لقب ملكة الأردن